بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الحلقة الثانية والخمسون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله ووقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء مع مطلع هذه الحلقة نرحب بشيخ صالح ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين فأهلا وسهلا إياكم الله وبركاته إياكم الله أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الرياض وباعثها أحد المستمعين يقول أخوكم مشخص بن سيد الأخ مشخص يسأل ويقول ما حكم المحافظة على الأربع ركعات قبل الحصر أرجو التوجيه جزاكم الله خيرا والله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وبعد صلاة العصر ليس لها راتبة لا قبلها ولا بعدها ولكن يستحب النفل المطلق قبلها لأن يصلي قبلها أربع ركعات بسلامين ويكون ذلك من النفل المطلق لا من الرواتب وإذا داوم الإنسان على ذلك فهو زيادة خير وأما بعد العصر ليس هناك صلاة إلى أن تهرب الشمس لأن هذا وقت لهي عن الصلوات النوافل جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سؤال من أحد المجتمعين رمضا يسميه بالحروف عين ميم ألف يقول كنت مع أحد الإخوان وجاء وقت الصلاة وكنت لا أعرف القبلة فصليت ثم جاء هذا الأخ فقال إنك صليت على غير ذهة القبلة فآربت إعادة الصلاة قال لا لا داعي لذلك هل صلاتي صحيحة؟ لذلكم الله خيرا إقبال القبلة في صلاة الفريضة شرط من شروط صحتها قوله تعالى فولي وجهك شطرة لمسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وتجوى تحصل معرفة القبلة إما بمشاهدة الكعبة المشرفة لمن كان قريبا منها يعني في داخل المسجد الحرام يجب عليه إقبال عينها أو استقبال الجهة التي فيها الكعبة المشرفة إذا كان لا يراها إذا كان لا يرى الكعبة ببعده عنها فإنه نستقبل الجهة التي فيها الكعبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة يعني لمن كان في المدينة قوم حاذيا لها وكذلك بقية الجهات فكل جهة يستقبل الجهة التي فيها الكعبة إن يثبت لها ولو لم تصب عينها لأن إصابة العين مع البعد متعذرة الله جل وعلا لم يجعل علينا الدين من حظه فتعرف الجهة القبلة إما بمشاهدتها أو باستقبال الجهة التي فيها الكعبة وتعرف الجهة التي فيها الكعبة إما الشمس والقمر والنجوم أو بسؤال أهل الخبرة وإذا كان في بلد فإنه يعتبر المحاريب أريب المساجد الموجه إلى القبلة وكذلك يسأل إذا لم يرى محاريب ولم يرى مساجد يسأل المسلمين الذين يعرفون جهة القبلة أو إذا بذل مجهودة لمعرفة القبلة لأنه رأى في العلامات دالت عليها أو سأل أهل الخبرة أرشدوه إليها أو رأى المحاريب المساجد اعتبر بها وصلى فإن صلاته صحيحة لأنه حينئذ يحصل عنده غلبة ظن قوية بإصابة القبلة أما إذا صلى ولم يسأل ولم يبحث عن أدلة القبلة ولكنه اجتهد وصلى بدون نذل للأسباب الممكنة لمعرفة القبلة ثم تبين أنه لم يصلي إلى القبلة فإنه يعيد الصلاة لأنه مقصر في هذه الحالة لم يبحث عن أدلة القبلة ولم يسأل ولم ينظر في العلامات فهو مفرط إذا خلف عن جيرة القبلة وصلى إلى غيرها فإنه يعيد الصلاة لفقدانه شرطا من شروط الصلاة أما إذا كان في بر ولا يعرف أدلة القبلة وليس عنده أحد يسأله عن القبلة واجتهد وتحرى وصلى إن صلاته صحيحة ولو كان تبين على الصلاة أنه إلى غير القبلة لأن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها وهذا وسعه وبذليل أن قوما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صلّوا كانوا في البر فاجتهدوا وصلّوا ولما أصبحوا وجدوا أنهم صلّوا إلى غير القبلة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ولله المشرك والمغرب فعينما تولوا فثم وجه الله أقيل إن هذه الآية نزلت بمن اشتبهت عليه القبلة ولم يكن عنده أدلة ولا أحد يرشده إليها واجتهد حسب مقترده وصلّى جزاكم الله خير وأحسن إليكم البوصلة انتشرت في الوقت الحاضر الشيخ صالح ومنها ما هو بحجم صغير وبسأر زهيد جدا ومن صنع دولة إسلامية هل يرى فضيلتكم أنه لا مانع من الاعتماد عليها لمن غابت عنه بهذه القبلة أو كان في بلد غير إسلامي إذا كان ليس عنده إنكانيات يعرف بها القبلة الذي يكون في بر ولا يعرف أدلة القبلة واتجاهاتها أو كان في بلد غير إسلامي ولا يعرف اتجاه القبلة فلا بسا يعمل بالبوصل لأنها قرينة لأنها قرينة على معرفة القبلة ولأن هذا منتهى استطاعته لكن مع اختيار البوصلة الجيد المنضبطة يعني ما كل البوصلات تكون منضبطة جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم كيف يسجد الإنسان إذا مر بسجود تلاوه لا سيما إذا كانت سجدة تلاوه في آخر السورة كسورة الحلق مثلا هل يسجد ثم يركى أو ماذا يفعل جزاكم الله خيرا إذا مر بآية سجدة فإنه استحب له أن يسجد سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة وسواء كانت السجدة في أثناء السورة أو كانت في آخر السورة مثل سورة العلق إنه يسجد وإذا قام من السجود إن شاء إذا كان إماما إذا كان إماما وقام من السجود الذي في آخر السورة والصلاة الجهرية أراد أن يقرأ نجيا منبه المأمومين فليقرأ وإذا أراد أن يسجد فأن يركع فليركع لأن المأمومين يتنبهوا بالتكذير لأن سجود التلاوه إذا كان في الصلاة فإنه مكبر له في الانحطاط وفي القيام منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتكبير في الصلاة عند كل خفض ورافع من ذلك سجود السهو فالجماعة الذين خلفه تنبهون بالتكبير فلا ضرورة إلى أن يقرأ بعد قيامه من سجود التلاوة بل يعتمد ويتريف لأن يلحق به المأمومون قائمين ثم يكبر ويركع جزاكم الله وخير الله أحسن إليكم إذن التكبير مطلوب حتى في سجود التلاوة في الصلاة في الصلاة بالطبيعة الحالية نعم سجود التلاوة خارج الصلاة نعم هذا محل بحث ولكن إذا كبر في الانحطاط وفي الرافع من السجود سجود التلاوة فهذا أحسن وأتم نعم جزاكم الله خير وأحسن إليكم رسالة من أحد المستمعين أو إحدى المستمعات المهم أن الرسالة تضمنت تمانية أسئلة السؤال الأول ما فضل صلاة الضحى وهل يجوز أن نصلي الأربع ركعات النواتي قبل الظهر بعد انتهاء صلاة الضحى صلاة الضحى سنة مؤكدة وفيها فضل عظيم لأن الوقت الذي بين صلاة الفجر وصلاة الظهر وقت طويل يغفل فيه الناس فإلى صلى صلاة الضحى فقد عاد إلى ربه عز وجل وشغل بعض الوقت لذكر الله ولم يطل عليه الفصل بين الصلاتين صلاة الفجر وصلاة الظهر هذه الصلاة فيها أجر عظيم لأنها في وقت يغفل فيه الناس بطول الوقت بين صلاة الفجر وصلاة الظهر لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال يعني صلاة الضحى أماها صلاة الأوابين فهذا منح لمن يصلون صلاة الضحى وكونها تؤخر إلى أن تنزل حرارة الشمس على الأرض في آخر الضحى أفضل وإذا صلىها في أول الضحى فلا بس فهي صلاة عظيمة وصلاة فيها أجر عظيم وأقلها ركعتين وأكثرها ثمان ركعات كل ركعتين بسلام مثنى مثنى وأما الراتبة التي قبل الظهر فإنها لا تصلى إلا بعد دخول وقت الظهر فلا تصلى قبل دخول وقت الظهر جزاكم الله خير وأحسن عديكم له سؤال يقول فيه هل يجوز تقديم ركعتين السنة قبل الصلاة المفروضة؟ نعم هل يجوز تقديم ركعتين السنة قبل الصلاة المفروضة؟ لا شك أن الراتبة التي قبل الحريبة تكون قبلها كظهر فإن راتبتها قبلها القبلية وبعدها أيضا الظهر لها راتبة قبلها ولها راتبة بعدها والفجر راتبتها قبلها أما بقيل أما المغرب والعشاء فإن راتبتهما بعدهما وليس لهما راتبة قبلهما لكن لعل السائل يقصد إذا وقيمت الصلاة فهل يصلي الراتبة التي قبل الظهر أو قبل الفجر هل يصليها ثم يلحق بالإمام؟ الجواب لا إذا وقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة ويدخل مع الإمام فإذا فرغ من صلاته فإنه يقضي الراتبة القبلية بعد الفجر وكذلك بعد الظهر يقضيها محافظة عليها جزاكم الله خير وأحسن إليكم هل يجوز أن أسجد السجدة قبل قراءتي بالصورة مع العلم أنني سوف أقرأ الصورة وأقصد تقديم سيدة التلاوة قبل القراءة لا تسرع سيدة التلاوة إلا عند قراءة آية السجدة إذا سجدها قبل أن يقرأ آية السجدة فهذا غير مشروع ما هو الوضع الذي تكون فيه الأيدي عند قراءة التشخد في الصلاة؟ تكون الأيدي على الفقذين اليد اليمنى على الفقذ اليمنى واليد المسرى على الفقذ المسرى إلا أن أصابع اليد اليمنى يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى مع الإبهام ويشير بالسبابة ويرفعها عند التشهد وعند مرور لفظ الجلالة إشارة إلى التوحيد أما أصابع اليد اليسرى فإنه يمدها على فقذه موجها لها إلى القبلة ويضم بعضها إلى بعض جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم حيث تصحوا الصلاة وقت الأذان أم أنه يجب الانتظار حتى ينتهي الأذان مع العلم أني أقرأ الدعاء الذي يجب قوله ثم أبدأ في الصلاة وهذا لم ينتهي الأذان بعد إذا أذن المؤذن وأنت تصلي صلاة نافلة فإنك تكمل ولو كان المؤذن مؤذن تكمل الصلاة التي شرعت فيها ولو كان المؤذن مؤذن فإذا فرغت منها فإن بقي من الأذان شيء فإنك تتابع المؤذن فيه وتأتي بالذكر الذي بعد الأذان وأما إذا شرع المؤذن في الأذان فالمستحب لك أن تنتظر وأن تتابع المؤذن ثم تأتي بالدعاء المشروع بعد الأذان ثم بعد ذلك تدخل في الصلاة التي تريدها لتجمع بين الفضيلتين ولو أنك كبرت والمؤذن مؤذن وصليت فذلك جائز لكن يفوت عليك متابعة المؤذن فكونك تنتظر حتى يفرع المؤذن من أذانه ثم تأتي بالذكر بعد متابعة المؤذن يكون هذا أفضل ثم تأتي بما تريده من الصلاة وهذا في غير من دخل يوم الجمعة والإمام على المنبر والمؤذن مؤذن فإن الأفضل له أن يصلي الركعتين والمؤذن مؤذن مبادر بصلاة الركعتين حتى يتفرق بسماع الخطبة جزاكم الله خير وأحسن عيدكم كثيرا ما يواجه المعلم أو المعلمة بعض المتاعب في تدريس الطلبة والطالبات وكثيرا ما يضطر المعلم أو المعلمة للحلف أثناء الغضب وبعد أن يهدأ الواحد يرى أن ما حلف من أجله صعب تنفيذه عليهم وأحس بتأنيب ضميره فما الحكم إذا رجع عما حلف عليه إزاكم الله خيرا حلفه تفسير إن كان قاصدا لعقد اليمين فإنه يتزمه الكفارة إذا حنيس فيها ولو كان صعبا ما حلف عليه إلا مستحيل إذا كان الأمر مستحيلا فلا تنعقد اليمين أما إذا كان ممكنا وخالفه فإنه تجب عليه الكفارة إذا خالفه مختارا لاكرا ليمين إلا إذا كان حلف في حالة غضب شديد ولم يقصد عقد اليمين وإنما جاءت على لسانه من شدة الغضب فهذه يمين غير منعقدة تكون من لغو اليمين وليس فيها كفارة كما قال تعالى لا يواخلكم الله باللغو في أيمانكم ولكن معقدتم الأيمان الحاصل أنه إذا حلف فإن كان على آمن مستقبل ممكن وكان قاصد عقد اليمين وجدت عليه كفارة بمخالفته وأما إذا حلف وهو مغضب شديد الغضب ولم يقصد عقد اليمين فإن هذه تعتبر من لغو اليمين ولا كفارة فيه جزاكم الله خير وأحسن إليكم هذه الجزئية من الآية الكريمة وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا فسروها لنا وما معناها جزاكم الله خيرا وإذا قرأت القرآن بعد صلاة الفجر وفي بعض الأحيان قبل صلاة الفجر هل أكون داخلا في معنى تلك الآية جزاكم الله خيرا قال الله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا المراد بقرآن الفجر هنا صلاة الفجر وسميت قرآنا لأنها تطول فيها القراءة سميت بأهم ما يشرع فيها وهو تلاوة القرآن لأنها تطول فيها القراءة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها من السبعين إلى المئة عليه الصلاة والسلام وقوله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا أي صلاة الفجر أحضرها ملائكة الليل الحفظة وملائكة النهار الذين يتعاقبون في بني آدم لحفظ أعمالهم يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر صلاة الفجر يجتمعون ثم يصعد الذين باتوا فينا ويبقى ملائكة النهار إلى صلاة العصر ثم ينزل ملائكة الليل عند صلاة العصر ويجتمعون مع ملائكة النهار الحفظة عند صلاة العصر ثم يصعد الذين كانوا معنا في النهار ويبقى الذين نزلوا لحفظ أعمالنا بالليل وأكذا يتعاقبون فينا الليل والنهار يحفظون علينا أعمالنا ويكتبون وأكوالنا وسائر ما يصدر منا من خير أو شر هذا معنى قوله إن قرآن الفجر أي صلاة الفجر كان مشهودا أي محضورا والشهود هنا الحضور معنى تحضره ملائكة الليل الحفظة وملائكة النهار يحضرون هاتين الصلاتين صلاة الفجر وصلاة العصر وهذا مما يدل على فضل هاتين الصلاتين العظيمتين وهم الآن من أكثر ما يفرط فيهما الكسالة والنوم والغفلة ولا حول ولا قوة إلا بالله جزاكم الله خير وأحسن إليكم الجزئية ثانية من سؤاله جزاكم الله خير إذا قرأت القرآن بعد صلاة الفجر وفي بعض الأحيان قبل صلاة الفجر حل أكون داخدا في محنة تلك آية لا القراءة قبل صلاة الفجر والقراءة بعد صلاة الفجر لا تدخل في قوله تعالى وقرآن الفجر لأن المراد القرآن الذي يقرأ في صلاة الفجر وأما الذي يقرأ خارجها فهذا له فضل التلاوة فضل التلاوة المطلقة جزاكم الله خير وأحسن إليكم سؤاله الأخير يقول فيه لدي خالة كثيرة القطع والهجران لأختها قلني ومع هذا فهو يستر منها الكثير من الأعمال السيئة لأختها قد تحدثي عليها وشتمها وفي حالة زيارتها لها تقوم باتهامها ببعض الكلام الذي لا يستر منها ولهذا امتنعت عن زيارتها فملحظ لا شك أن هذا عمل سيء وقطيعة للرحم فعلى هذه المرأة التي أشرت إليها أن تكتقي الله سبحانه وتعالى وأن تترك الغيبة والنميمة والكلام السيء لأن هذا لا يجوز صدوره في حق أي أحد من المسلمين كيف بالقريب كيف بالوخت عليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن تحسن القول والفعل مع أختها مع أختها وأن تؤدي حقها الذي أوجبه الله عليها من الصلة والإحسان حتى بالكلام قال الله تعالى وقول للناس حسن هذا في عموم الناس كيف من الأقارب وأما أمك التي يصدر لحقها هذا العمل من أختها فإن عليها أن تصبر وأن تحتسب ولا يصفط عنها حق أختها عليها فلعليها مواصلتها عليها أن تواصلها وعليها أن تؤدي حقها ولا وساءت هي لحقها قال تعالى وقال سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم هذا في حق عموم الناس فكيف بالأخت فعلى أمك أن تواصل أختها ولا وساءت إليها قد حث النبي صلى الله عليه وسلم على جلة الأرحام وإن قطعه ويعظم الأجر عند ذلك الذي يواصل أرحامه وهم يقطعونه هل يكون أجره أعظم من الذي يواصل من واصله والإن الذي لا يواصل إلا من يواصله هذا يعتبر مكافيا وليس واصلا وإنما الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلاها جزاكم الله خير وأحسن إليكم شيخ صالح فالختامة توجه لكم بالشكر والذين بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين وأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير مستمعي الكرام وكان لقاءنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عوضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاو وعوضو هيئة كبال العلماء شكرا لشيخ صالح وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم ونحن نرحب برسائلكم على عمان البرنامج المملكة العربية السعودية الرياض الإذاعة برنامج نور على الدرب مرة أخرى شكرا لكم